السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رابط كنوا بخير النهاردة في فيديو جديد معانا معظم موبايلات سامسونج من اول سلسلة الاس 24 الترا والاس 25 الترا لحد اقل موبايل من شركة سامسونج النهاردة هنتعلم ازاي نقفل كل التطبيقات بالبصمة او بالباسورد فتابع معايا الفيديو الاخر عشان تستفاد من كل حاجة انا اقولها في الفيديو دوت مسلا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والكومنت بتاعك الحلو وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل الج عشان يوصله كل جديد ويلا بنا هندخل في الفيديو على طول واقول حاجة هتدخل تفعل معايا التطبيق كده بالشكل دوت واقول حاجة هتدخل على المتجر بلايه وتبدأ هتحمل التطبيق دوت معايا كده بالشكل دوت وبعد ما هتحمل هتقلب كده بالشكل دوت وليكن مسلا عاوزيني في التطبيق الستوديو مسلا بالبصمة الرقم البي اي ان بتاعي هضغط علي مكان فاضي كده في الشاشة وهاجع على التطبيقات المصغرة وهنزل تحت لحد ما لاقي البرنامج اللي احنا لسه منزلينه وهلاقي الشرط بعد كده هدخل عليه كده بالشكل دوت هعمل اضافة للاختصار بالشكل دوت وهجيبه في اي مكان فاضي بعد كده هعمل بعد كده هاختر تطبيق الستوديو بعد كده هاجي على الرمز وخليها تسعة وتسعين في المية بعد كده هعمل عصاح اللي هنا كده بالشكل دوت بعد كده هعمل قفل الاختصار بعد كده هعمل انشاء الاختصار هلاقي تطبيق الستوديو ظهر لي كده بالشكل دوت لما هدخل عليه كده بالشكل دوت هيتطلب مني بصمة الاسبع او رقم البي اي ان بتاعي ولي اكون مسلا بعد ما ادخل رقم هيبدأ انه يدخل معي على تطبيق الاستوديو هتقول لي طب ازاي وتطبيق الاستوديو هنا النسخة اللي هي مفتوحة اقول لك هات اقول لك ركز معي بقى عشان نعرف نلاقي حل المشكلة دية وهي لما تضغط على اي مكان فاضي كده في الشاشة هتيجي على الضبط هتيجي على اخفاء التطبيقات على الشاشة الرئيسية وبعد كده هتنزل تدور على تطبيق الاستوديو ولما هلاقيه كده بالشكل دوت هعمل تم وكده خفية التطبيق هقدر اني هحط التطبيق دوت مكانه بعد كده لما هادخل تطبيق الاستوديو مش هيرضى اني يدخلو غير بالبصمة الاسبع او برقم البي اي ان بتاعي ودات كانت ميزة انك ازاي تقفل كل التطبيقات ببصورد او ببصمة ولياكل مسلا عاوز اعافل تطبيق الفيسبوك كمان لما هضغط ضغط المطولة كده على الشاشة هاجي على التطبيقات المصغرة وهجيب البرنامج الشرطة ميكر واعمل اضافة للاختصار الشكل دوت بعد كده هحطها هنا كده في فجمب واعجي على ابز بعد كده اختار تطبيق الفيسبوك بالشكل دوت بعد كده هاجي على الرمز وخليها 99ء في المية بعد كده هاجي على علامة الصح بعد كده pale اختصار بعد كده انشاء الاختصار هذا يجي تطبيق الفيسبوك النسخة التانية اللي هي بالبصمة وبصورد الاسبع ظهرت معي أما النسخة التانية المفتوحة لسه موجودة بالشكل دوت فهبدأ أني أضغط ضوطة مطالة وهاجي على الضبط وهاجي على إخفاية التطبيقات على الشاشة الرئيسية وهنزل أدور على تطبيق الفيسبوك وأقدر أني أعمل إخفاية للتطبيق ولما ألاقي كده بالشكل دوت هعمل تم أول ما أقلب كده بالشكل دوت ألاقي النسخة اللي هي ببصورد أو ببصمة الإسبع اللي هي اللي ظهرها لي والنسخة التانية اختفت تمام ودهت كانت ميزة أنك إزاي تقفل التطبيقات ببصورد أو ببصمة الإسبع بطريقة سهلة جدا ودوت كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى أن يكون الفيديو عجبك بس العجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد وما تنساش تدعمني باللايك والكومنت بتاعك الحلو ونشوفكم في فيديو جديد وسلام